اشتركوا في القناة رح نأخذ بداية كأداة تفهم نار كمر بسن نار كمر بسن بمعنى متى يأتي الباس نار أدو لونش نار أدو لونش بمعنى متى أكلت الغداء نار سوبر دو متى تنام انت ياب اندرر نار بسن قر ياب اندرر نار بسن قر أنا أتساءل متى يذهب الباس هذه كانت بعض الأمثلة على أداة الاستفام لكن قد تأتي بمعنى آخر وهو عندما رح نأخذ عندما لما تكون في الجملة الرئيسية والفرعية المثبتة الجملة الرئيسية المثبتة والفرعية المثبتة أي بدون نفي يوغستانا دي همه نار ديت ريقنا دي يوغستانا دي همه نار ديت ريقنا دي لقد بقيته في المنزل عندما أمطرت هان بار يتسنيل نار يوغت رفت هنم هان بار يتسنيل نار يوغت رفت هنم لقد كان لطيفا عندما ألتقيته هذه مثالة كانت أمثلة على الجملة الرئيسية والفرعية المثبتة لكن قد نأخذ مثال لما تكون الجملة الرئيسية من فيها والفرعية المثبتة يوغيك انتا اوت نار ديت هول بريقنا يوغيك انتا اوت نار ديت هول بريقنا أنا لم أذهب خارجا عندما كانت تنفر تلاحظون انه في فقط في الجملة الرئيسية ورح نأخذ مثال آخر أيضا هان ار انتا برا نار ديت يلّر خيد اوكننك هان ار انتا برا نار ديت يلّر خيد اوكننك هو ليس جيدا عندما يتعلق الأمر بركوب الزلاجات رح نأخذ مثال آخر لما تكون الجملة الرئيسية مثبتة والفرعية منفية علي أصلح غاضبا عندما لم يحصل على أي هتية تلاحظون الجملة الفرعية هي المنفية رح نأخذ مثال آخر لما تكون الجملة الرئيسية منفية والفرعية منفية في نفس الوقت بمعنى وجود كلمة للنفي تنفي حصول الشيء بمعنى أنا لم أحصل على علامات جيدة عندما لم أدرس أتمنى انه استفاديت من هذا الفيديو تابعوا الفيديوهات اللاحقة اشتركوا بالقناة مع تحياتي نور